كان الرئيس السيسي قد شهد افتتاح فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولية السابع للطاقة إيجيبس 2024 في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجامع الخامس بالقاهرة الجديدة هذا واستقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بيتروليوم مواري أوشين بلوس على هامش معرض ومؤتمر إيجيبس 2024 افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجيبس 2024 في دورته السابعة وذلك بمشاركة كبار المسؤولين الدوليين والشركات الدولية والمحلية المعنية بمجال الطاقة وقد حضر السيد الرئيس الجلسة الحوارية الافتتاحية للمؤتمر حول التحول في الطاقة وتأمينه وخفض الانبعاثات وذلك بمشاركة السيد وزير البترول والثروة المعدنية ونائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية ومديرة إدارة الطاقة بالمفاوضية الأوروبية والأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول أوبك هذا وقد تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض المقام على هامش المؤتمر وأجنحة الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال سنحن نتحدث عن أدوات التمكين في التحول وفي الإسراع بإنجاز المشعار وده أولاً سيكون عن طريق التحول الرقمي ثانياً الانتقال الطاقي ثالثاً سنتحدث عن المشاركات المجتمعية وده طبعاً جزء من التزامات بتاعتنا الدولية ومن هنا أنا أخلي بس الشباب اللي إحنا قلنا إحنا مكنناهم كريم وفاطمة ومجدي كل واحد في دقيقة اللي ربا حيقول الجزء بتاعه صباح الخير سيادة الرئيس بنرحب بحرك في جناح وطارة البترول والسرع المعدنية أنا مهندس كريم سليمان من إدارة التحول الرقمي وأستعرض مع حضرتك جهود الوزارة في هذا المجال التحول الرقمي يعتبر من أبرز التحديات اللي بتواجه المجتمعات والمؤسسات في عصر التكنولوجيا الحديثة وفي نفس الوقت بيقدم فرصة كبيرة للتطوير والتحسين مجال الطاقة عندنا غني بالبيانات وفي هذا الإطار تم إنشاء مركز الجادة الاستراتيجي لما يكان التضفق البيانات والمعلومات من قطاع الإنتاج ومن مختلف المشاريع زي مشروع التحكم والرقابة على خطوط نقل الزيت الخام ومنتجات البترولية ومشروع التخطيط وإدارة الموارد وبتيجي بعد كده خطوة تحليل البيانات باستكتام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للاستعظيم الاستفادة من موارد الدولة وزميلي محمد هيستعرض مع أحارتك جهود الوزارة في مجال التحول الطاقي سيادة الرئيس أنا المهندس محمد مجدي إدارة كفاية الطاقة والمناخ بوزارة البترول هستعرض لسيادتك إنجازات قطاع البترول في مجال تحول الطاقي لتوفير الطاقة بصورة آمنة ومستدامة ولخفض الإنبعاثات الكربونية قامت وزارة البترول بتنفيذ برنامج عمل متكامل للتحسين كفاية استخدام الطاقة بقطاع البترول وتم تحديث هذا البرنامج ليشمل جميع أنشطة التحول الطاقي متمثلة في ستة محاول رئيسية بالنسبة للمحور بكفاية الطاقة فقد تم تنفيذ عدد 340 إجراء ومشروع لتحسين كفاية استخدام الطاقة بقطاع البترول كما تم تنفيذ استراتيجية كفاية الطاقة لقطاع البترول كما تم إنشاء إدارات متخصصة بكفاية الطاقة لقطاع البترول بالإضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء برنامج إصلاح الدعم الاقتصادي للمواد البترولية بالإضافة إلى ذلك فقد تم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي من خلال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كما تم تنفيذ عدد 30 مشروع لاستغلال الغازات الطبيعية التي تتم حرقها بالمواقع المختلفة مما أدى إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وفي مجال الطاقة المتجددة فقد تم تنفيذ عدد 24 مشروع قام بتوفير الطاقة والسولار والغاز الطبيعي المستخدم لتوليد الكهرباء في هذه المواقع وبالنسبة لبترو كميويات الخضراء فقد تم استغلال قشر الرز لإنتاج الألواح الخشبية المنغوطة سيادة الرئيس لضمان استدامة أنشدة قطاع البترول فقد تم إنشاء مركز التمايز للتحول الطاقي وزملت فاطمة تستعرض مع سيادتك أنشدة قطاع البترول في مجال المسئولية المجتمعية سيادة الرئيس أنا فاطمة إبراهيم قطاع البترول بيعطي أهمية كبيرة جدا للمشاركة في مشروعات المسئولية المجتمعية وعلشان كده قامت وزارة البترول والسروة المعدنية بوضع استراتيجية موحدة قائمة على عشر أهداف من أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة وعلى رؤية مصر 2030 وبالفعل قامت الشركات الوطنية والشركات الأجنبية بتطبيق الاستراتيجية دي القائمة على أربع محاور أساسية المحور الأول وهو التعليم والتدريب وده من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتدريب الشباب ودوي الهمم على إقامة المشروعات الصغيرة المحور الثاني وهو الصحة والمسوابن الجنسين وده من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية وتمكين المرأة المصرية اقتصاديا وبالأخص المرأة المعيلة المحور الثالث وهو محور حماية البيئة وده من خلال تبني المشروعات اللي بتهدف للحد من الانبعاثات وحماية البيئة البحرية وأخيرا المشاركة في المبادرات الرئاسية وده من خلال دعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في شتى محافظات مصر وفي الختام بحب أشكر حضرتك جدا لتشريفك لنا النهاردة وعلى دعم حضرتك المستمر للشباب شكرا شكرا Welcome Craigeso Hon Socil It's our honor to iam about ten to the United Energy Egypt booth Since five years ago we showed the presence in Egypt Since then we continue to support the energy supply in the country and also in record to great vision and support المترجم للقناة 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 well as in our lubricants plan in the 6th of October city. And we're providing lubricants to the local market as well as to Central and East Africa in the Middle East. We just finished. We're getting ready to drill our second Well, actually appraisal Well in Nargis. And we'll do that followed by another expiration well. The Presser 중2 was just asking about that. And we are working that to work the development. and are also drilling another exploration well off of the western desert this year. So, we are excited about what's ahead and we look forward to continuing to partner with the ministry. And we appreciate the enabling environment that you're providing. For us to continue to partner for 87 years today. But many more years in the future. Thank you very much. Mr President, welcome to our booth. إنها سنواتي العمل أكثر في الهوائل التي تضعونها في الهوائل ونعطينا لإمكاننا سنواتي وإنهار وإمكاننا نملك ملادين رمضة المستوى المنزل والإجتماعي الآخرات نستهدفنا مع استقاتي في المستوى العمل للعمل الهوائل إمكاننا نشاركي ونستمر ومطارة افضل الناس وميزيجية تطلق مهمة والمتانية ونقرأنا أن يكون المساعدة والت المستقيم للجناة نحن ربما على السباب ونقرأنا أنه لتعبط المفرور المنصة على سبيل المتعلم سنحن بالتعضي top شكرا لك سنعرف سنعرف لأي سبيل المثال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم ومشروعاتها المتنامي في مصر ومشروعاتها الاستكشافية في قطاعي الغاز والبترول والتي تتصق وجهود تحول مصر الى مركز اقليمي لانتاج وتدول الطاقة مؤكدا الاهمية التي تليها الدولة لتيسير عمل الشركات العالمية والقطاع الخاص في هذا المجال اشتركوا في القناة